السلام عليكم شباب وصبايا الصف التاسع يعطيكم العافية كل عام انتوا بألف خير يا ربي مناسبة حلول شهر رمضان المبارك الله يعيدوا علينا يا ربي بصحة وعافية وسعادة وهدات بال وزيح الغمة عنا يا رب اليوم ان شاء الله بدنا نبلش بيه بدنا لازم احكي لكم كيف ننبلش وننهي ونخلص بالوحدة السابعة بسبب الظروف الطرقت علينا طبعا الامتحان الفاينة رح يكون تقريبا بشهر التاني من الاسبوع التاني من شهر خمسة ورح يتبلش عندنا الامتحانات النهائية وزي ما انتم عارفين انو راح نضايل علينا آآ تلت دروس العلاقة وحل المثلث وزوائل ارتفاع مخفاض واخر وحدة. هلا بالنسبة لي لازم نزل انا عدد الجوثاتي لازم نزلكم يها من هولا نختم مادة بفقط ثلاث فيديوهات. فكيف بدنا نسوي? انا من البداة الفصل اللي بحكي لك ان الوحدة الاخيرة كتير حلو وكتير سهلة ومش مهمة كتير. فيه شغلات فيها كتير مهمة. ما ما نتخلى عنها راح اشرح لكم اياها. ولتلك انو احنا من بداية السنة عامل لها وراق عمل. عساسنا انهيها بورقة عمل. لانو بالوضع الطبيعي ما من اللي حانوصلها ونختمها. فهادي الوحدة راح انهيلكم اياها على شكل ورقة عمل. فضل عنا هو انطلت دروس. ازا انت بتلاحظ انو الجيب وجيب التمام وظل الزاوية احدى ومعادلة الدائرة كنت اشرح لك الدرس كامل مكمل. حتى ورقة الصفحة وكنت اشرح لك اياها واثلت الدرس كلها اشرحها وما اترك عليك ولا واجب. وزا دركت واجب بيكون سؤال ومعطيتك حلو. ليش كنت اعمل هيك? لانو انت عارف انو هاي الوحدة جدا مهمة. جدا جدا مهمة. ومن بداية السنة نقول لك هالوحدة مهمة. وصال الله وحنا وصلنا لها وبنعطيها وقت كتير كافي لها عشان ننهيها. هلا كل شي كتير مهم فيها خلصنا. جيبوا جيب التمام والظلم. خلصناهم. ومع معادلة الدائرة وبرضو معادلة الخط المستقيم شرحت لك يا بهاي الالية لانو هو مهم. واشي تاني انو انت كنت يعني من تعلم اااااا تعلمه عن بعده عن الفيديوهات بالدكتورة والرسال الياضيات فكنت انا لازم اطول بالي واعطيك يا بالتفصيل للممل. بضع ان فيديوهين للتالت دروس هدول كيف قسمت لك اهم? هادا الدرس في غاية الاهمية. حشرح لك فيديو كامل لحال متل الجيب وجيب التمام مضل. وهدول الدرسين رح ادمجلك اياهم بفيديو واحد. حشرح لك اللي كتير مهم فيهم واللي مش مهم ما حاجب لك سيرته. فالاشي ما بعطيك يعرف انه هو مداخل معانا وانت فرطارة في سيستم انتحانك. كل وضع دائرة يعني مش حاجب لك ارسم. لان انت ما عندك الا ضع دائرة. فاليوم رح اعطيك ترسل على قبل النسبة المثلاثية. والفيديو لك اياهم. يعني من قليل الشرح انت بتعرف اهمية الدرس بيكون عندك. تمام? خنبلش اليوم هلا بالعلاقة بين النسب المثلاثية. يوم. وضحت لك اياها انا وكتبت لك اياهم على ورقة. العلاقة بالنسب المثلاثية عامل زي العلاقة بين الطبيخ. خلاب لو دام بشرح لك كيف العلاقة بين الطبيخ. طيب هادا الدارس تعرف في اسئلة من الامتحان اللي انت قدمته اول مبارح. كانت اسئلة جاي من هادا الدرس. مس كيف بتجيبلي اسئلة من درس ان ما شرحتي? معنا عدت درس انا شرحت لك اياها كله بالجاب والجتة والظل. كل علاقة من هادول انا شرحت لك اياهم سابقا. قول لا هالعلاقة لسه بالمرة. هاي العلاقة شرحت لك اياها بالجاب والعلاقة شرحت لك اياها بالظل. تمام? طب مس كيف شرحت لياهم? هلا. لما دخلتنا الجتة وانت اتمكنت كتير منيح من المادة. انا علمتك شغلة. شو في الشغلة اللي علمتك اياها. حكيت لك انه جيب الزاوية الاولى وجيته متممتها. يعني ازا كانت الزاوية الاولى والزاوية التانية مجموحهم تسعين. هاد معنى انه جيب الاولى نفسه جيت التانية. زي المعلومة انت ما بتعرفه مصيبة لان انا جبت لك صور العليب الامتحان كيف حاليته? ابو التسعة بالعشرة. فازان الزاويتين ازا كان مجموحهم تسعين هيكون جيب الزاوية الاولى نفسه جيت الزاوية التانية. وجيت التانية نفسه جيب الاولى. والعكس زي هيك وعطتك على الظل وحدة ورح نتعمق في الظل هلأ كمان شوي تمام؟ إذن العلاقات هدول السهلة الأديمة في غاية الأهمية والعلاقة المعروفة هلأ العلاقة السهلة الأديمة اللي احنا خدناها جيب الزاوية الأولى هو نفس جتة تانية بس انت ما بتعرف هيك انت بتعرف إذا كان عندك سين وصاد مجموحهم تسعين جيب الزاوية الأولى نفس جتة تانية للحل بهذه الطريقة أولا نتأكد بأن مجموعة الزاوية تانية هو تسعين يعني جتت خمسة وتلاتين نفسه جيب الخمسة وخمسة ليش الخمسة وتلاتين مع الخمسة وخمسة يبيعطك تسعين فجتة الأولى جيب الثانية وجتة التانية جيب الأولى بس بهاي الطريقة ماما سين و تسعين ناقص سين هاد معناها انه الزاويتين هدول هاي عبارة عن زاوية هاي التانية هاد معناهم انه مجموحهم تسعين أورجيك ليش وأبرهين لك ليش اجمع ليهم مش انت لازم يكون مجموحهم تسعين الاولى اسمها سين والتانية اسمها صاد تسعين ناقص سين سميليها صاد اجمع ليهم سين زائد تسعين ناقص سين هاي مع هاي بتروح لي بصير مجموحهم تسعين فاذا اذا قلتلك الاولى زائد التاني سين التاني اللي هي فتحة ما بفرو عن بعض تسعين او ازلتلك سين والتانية تسعين ناقص سين بس ماما هون سين هون سين هون شوئي هون شوئي. هون احمد هون احمد. هون ايهم هون أيهم. ماشي؟ يعني التنتين مجموحهم تسعين بقدرة اكتب لكها بصيغة انه تسعين ناقسسين. فانت عندك زاوية مقضارها عشرين لما اولك تسعين ناقس عشرين يعني سبعين. فبدل ما اولك سبعين بقولك تسعين ناقسسين. فلما تشوف هذا المنظر بتعرف انه مجموحهم التنتين مكميمات لبعض مجموحهم شو بيعطيك? تسعين درجة. جيب الاولى جتة التانية. جيب التانية جتة الاولى. طب كيف بيجيني عليها مثال? زي هذا المثال او اما زي المثال افتح لك عليه صفحة تسعة وتمانين. شوف للتدريب هاد. هيا هادا هون في عندك مثال. شوفه. بيحكي لك. جتة الخمس وتسعين تلاتين طلعت هادا الرقم. صفر فاصلة تمانية واحد تسعة اتنين. ما قيمة جيب الخمس وخمسين. شو العلق قبل الخمس وتلاتين والخمس وخمسين? مس حكت لي تأكد عجنب. خمس وتلاتين وخمس وخمسين بيعطيك تسعين. هاد معناها انه جتة هاي ونفسه جيب هاي. اذا هاي شو جيبها وانت مغمض? جيبها الرقم في الرقم هان. اسلخوا نقصوا يالله. هاي جيبها. لانه الجيب نفسه جتة الزاوية لانه التنتين متميمات لبعض. فجيب هاي نفسه جتة الزاوية هاي. تعال روحوا التدريب اذا كانت جيب السين هادا الرقم. فانه جتت تسعين نقصين. هاي شو معناها? هاي معناها متممة السين هاي. ازان هادولة التنتين مع بعض مجموحهم تسعين. فجيب هاي نفسه جتة التانية. ازان هادا شو جوابه? اسلخ الرقم هاد نفسه. تلاتة خمسة تمانية اربعة. جبتلك سؤال زي بالامتحان عنا. جدت القيمة العددية للمقدار. جاب الخمسة وعشرين نقص جتة الخمسة وستين. يوم ما ما اسه له. طلع عندي. جاب الخمسة وعشرين نقص جتة الخمسة وستين. تعم طلع كل وحدة شو جوابها. طب افرض ان انا قلتلك ممنوع الي حاسبك. كيف بتطلع جوابها? كيف تالي? بجي عجنب. خمسة وعشرين مع الخمسة وستين يعني بيعطيك تسعين? المنتز. المسألة الدائما نتأكد انه مجموحهم تسعين. شو ما مجموحهم تسعين? قد معناها انوا جيب الأولى الجتة التانية. جيبها خمسة وعشرين نفسه جتة الخمس وستين. اذا هادLo القيمتين شو ما لهم? والتساويات خالجواب شو هيكون? صفر. لانو جيب الخمسة وعشرين نفسه جتة الخمسة وستين. وجيب الخمسة وستين نفسه الخمسة وعشرين. يعني ده المتساويات. لما تطرح اشي متساويات من بعض. يعني عشرة ناقص عشرة صفر. حلو? ما سهلها. مثال سبعة ستعاش. اذا كانت جاب الخمسة سين نساوب جتل اربعة سين. ما قيمة سين بالدرجات. واو. سؤال مرتب صح. سؤال جدا مرتب. تعال نشوف. بحكي لك. مثال سبعة ستعاش صفحة تسعة وتمانين. اذا كان جاب الزاوية خمسة سين. هو نفسه جتل. الفيديو فصل معنا. نرجع. هاي المثال كتبت لك اياه. صفحة تسعة وتمانين. المثال اسمه سبعة ستعاش. حلو? يو. بحكي لك جاب الخمسة سين هي نفسه جتل اربعة سين. ما قيمة سين. حلو? سؤال جميل قوي. في طريقتين للحل. انا نبهل لك الطريقة السهلة اول. الطريقة السهلة بتقول. اذا بما انه جاب الاولى نفسه جتل تانية. هاد معناه انه زاويتين مجموحهم تسعين. هيك المثالة لا تأكد من اول خطوة. اذا مجموحهم تسعين. جاب الاولى جتل تانية. هو اعطاك العكس. قالك جاب الاولى جتل تانية. هاد معناها انه مجموعة التنتين. الزاويتين التنتين. خاو شو رح يكون مجموعهم تسعين اجمع ليهم مع بعض خمسة سين وأربعة سين تسعة سين تساوي تسعين على تسعة على تسعة سين تساوي عشرة سؤال صف سابع نحل السؤال طبعا الكتاب ما حلو بهاي الطريقة السهلة الكتاب حلو بطريقة صعبة انا لازم اشرح لك اياها بس اذا انت لك تحلو هاي الطريقة اسهل لك بما اننا جاب الاولى نفسه جتت تاني هاد معنى ها متنتين مجموعهم تسعين الزمور مش من عندي من بره من الحارة يلا طريقة التانية بتقول جاب الزاوية الاولى هو نفسه جتت التسعين ناقص الزاوية هاي بس انا بدل ما يكون عندي سين عنديها خمسة سين فصارت جاب الخمسة سين هذا الباسيك القانون هي نفس جتا التسعين ناقص مين خمسة سين بس التسعين ناقص خمسة سين هاي أنا عنديها أربع سين إذن هذا كله شو لازم يساوي عنديها أربع سين تمام إذن التسعين ناقص الخمسة سين اللي هي هادي هاي كلها صار اسمها أربع سين طبعا كيف بدي أحتل على السؤال وألف وأدور يعني التسعين ناقص الخمسة سين اللي هي هاي نفسها أربع سين من السؤال انت عارف هذا القانون جيب الخمسة سين نفسه جتا جيب نفسه جتا التسعين ناقص متممتها بس انا ما عنديها سين عنديها خمسة سين فبحطهم خمسة سين وبدل التسعين السين هاشو بحط خمسة سين فصارت جيب الخمسة سين صح وجتت التسعين ناقص خمسة سين بس انا السؤال ما اعطني هايك اعطنيها أربع سين فهاي بتساوي الأربع سين تمام اذا هادي تساوي 40 نقول 90 تساوي 90 على 9 90 تساوي 10 بازم تكون ضميرك من السهل اللي فوق خلص بما انه جيب نفسه الجتهد معنا مجموعة 290 يعني هاي مع هاي 90 وطلع الجواب يطلع معاي الجواب طب تعال نروح على الطريقة التانية هلا نروح لوين الطريقة التانية طيب العلاقة التانية اللي احنا قلنا نبلش فيها الهي هاي هاي العلاقة في غاية الاهمية يا امي اسمها بيقول جيب تربيع السين زي جتا تربيع السين نساوي 1 لاحظ لنفس الزاوية لاحظ ونجيب ونجتا اذا لو جبت الزاوية اخدت جيبها وربعته اخدت جتاها وربعته نفس الزاوية بيصير الجواب 1 امي ما في ما فيش هسترياضيات للنسبة المثلاثية للعنية ولا للعشرة تستعمل المتطابقة هاي فلازم تكون كتير عارفة لازم تكون كتير شطور وانت بتحل عليها تمام طيب كيف بيجي السؤال عليها طبعا هلأ شوف اقول لك هاي في لها اكتر من اثبات كل اثبات عهوى المرحلة الصفية انا برأيي الاثبات في الصف التاسع مش كتير مقنع ما اقنعني مش رحت لك شي يا زب تلاحظ بس عطتك يا هيك بعاشر بثبت لك ياه بطريقة اخرى بالاول علمي بثبت لك ياه في طريقة اخرى واخرى تمام بس هلأ اثبات اللي بالعاشر اذا انت حابب بتشوفه في تاسع وتقرؤه هو هيكون صفحة تسعة وتمانين اذا انت حابب بتشوف اثباتها لكن انا البهنة تعرف انه جاب تربيع الزاوية اذا جاتها تربيع الزاوية تساوي واحد الشرط اللي انا بدي اياك فيه هون وانت حتغلط فيه لنفس الزاوية لنفس الزاوية صاد صاد ميم ميم نون نون واو واو جابها تربيع وجتها تربيع مع بعض بيكون جوابهم واحد طب مس اعطني عليها هيك مثال اعرف احلو المثال مثلا بحاطيك هي اللي هو صفحة تسعين مثال صفحة تسعين هذا المثال هو عبارة عن سبعة سبعتاش بحكي لك المثال اذا كانت سين زاوية حادة سين شمالها يما سين زاوية حادة طبعا ماما هاي المتطابقة ما بتزبط فقط الا على الزاوية الحادة ما بتزبط لا تصلح الا بزاوية حادة لقدام بعاشر من فهمك ليش حادة منفرجة لا ومش عارف شو ليش لا اذا هاي فقط لزاوية حادة ولنفس الزاوية بقول لك اذا كانت سين هي عبارة عن زاوية حادة وجيب السين كان يساوي تمانية بالعشرة كان جيب السين شو بيساوي بيساوي تمانية بالعشرة تمام طيب أعطيني جتة السين فأنا شو بحكي لك؟ أعطيني جتة السين عفكرة بقدر أطلب منك ظل السين لأنه إحنا منعرف أنه منقدر نجيب الظل من الجيب والجتة فأنا هالمرة هاي بس طلبت منك أعطيني جيب السين يا رب إنه واضح لا هي واضح تمام؟ حلو؟ بروح للعلاقة هاي انت عطتيني جيب بالدك جتة انت عطتيني جيب ومعاي الواحد وضل علي إطلع الجتة فبقول جيب تربيع السين زائد جتة تربيع السين واحد تمام؟ جيب تربيع السين تمانية بالعشرة بحطها هيك تمانية على عشرة تربيع زائد جتة تربيع السين يساوي واحد حلو؟ يلا تمانية بالعشرة تربيع بتصير أربعة وستين على مية زائد جتة تربيع يما شو منحل زيها بالعلمي كنا أغلب حصص العلمي كانت لما أحل معهم بنستخدم هاي المتطابقة تمام؟ بنقل هاي هون فبتصير واحد ناقص أربعة وستين على مية بساوي جتة تربيع السين هذا الواحد صحيح فواحد مقامه بخلي مقامه سين مية فبصير مية عمية وحدت مقامات صارت مية عمية شو بتصير؟ ستة وتلاتين على مية تساوي جتة تربيع السين تحت الجذر تحت الجذر عشان أطير التربيع فبتصير جتة السين تساوي ستة بالعشرة لأنها ستة على عشرة نسي بقدر حل الطريقة تانية طبعا ما تحول هاي تمانية بالعشرة تمانية على العشرة خليها تمانية بالعشرة تمانية بالعشرة تربيع أربعة وستين بالمية واحد ناقص أربعة وستين بالمية ستة وتلاتين بالمية تطلع ستة بالعشرة حلتها بتفصيل الممل عشان تتدرب عليها اعطيني كمان وحدة تدريب سبعة احداش بيحكي عن نفس الموضوع تدريب سبعة احداش بيحكي اذا كانت سين زاوي حد طبعا زا سين مش زاوي حد ما بنحل الموضوع كانت جتة هالمرة كانت جتة السين يساوي خمسة على تلاتة عشر ما قيمة جيب السين ما قيمة جيب السين تمام يوم بروح القانون بقول جيب تربيع السين زا جتة تربيع السين يساوي واحد جيب تربيع السين زا جتة تربيع السين شو بتصير خمسة عشرين على مية تسعة وستين يا لهوي سليش هيك ما مربعنا صار 13 تربيع بقول ناقص 25 على 169 ناقص 25 على 169 راحت صار جيب تربيع السين يساوي واحد صحيح ناقص 25 على 169 بواحد مقامات فبتصيرها 169 على 169 169 صار المقام 169 البسط 169 ناقص 25 9 ناقص 5 4 6 ناقص 2 4 الباحة تربيع السين تحت الجذر صار جيب السين يساوي جذر الاربعة 144 12 12 على 13 بس اذا جيب هالأدة والجتة هالأدة وبقدر اطلع الظل كيف تربيع العلاقة الثالثة المعروفة يسميناها لانا لما اعطتك الظل شرحت لك عشان يكبلك الدرس كله معاد شرحت لك هاي العلاقة علاقة الظل السين شو بتقول الكتاب بتخنن عليكو شو بيحكي لك من صفحة 91 بضل يشرح لك ويبرو ويحكي بعدين بقول لك نستنتج أن الظل السين هو نفسه الجيب على الجتة يوم احنا شرحناها بالظل وقت الظل إذن الظل شو قانونه إما جيب السين على جتة السين البرهان مسبقا برهان تلك هي الجيب هو عبارة عن المقابل على الوتر والجتة الجتة هو عبارة عن المجاور على الوتر فانت لما تقسم هاي على هاي الوتر مع الوتر بروح شو بيصير المقابل على المجاور إذن ظل السين اللو قانونين إما جيب على جتة وإما مقابل على مجاور هو بلما شرحنا الظل قالنا بس مقابل على مجاور أنا لما شرحت لك لقد قلت لك لا يوم بقدر اعتبره برضو الجيب على الجتة ما هو المقابل نفسه الجيب والمجاور نفسه الجتة فبقدر اعتبره برضو شو المجاور المقابل على الوتر والمجاور على الوتر مما إذا بدك هاي أشرح لك إياها مما مقابل على الوتر وهي قسمة طويلة المجاور عوتر. هذا البسط وهذا المقام. بسابعة تعلمنا انه القسمة تحاول الى ضرب. بنزل هاي زي ما هي. هاي بتتحول ضرب. هاي شو بصير فيها بتقلب. فبصير عندك بطرفه راسه رجل. نختصرهم مع بعض. فبصير مقابل على مجاور. وتعلمنا برضو لما درسنا درس الظل. تعلمنا معلومة كتير قوية بتقول. انه ظل الزاوية الاولى هو مقلوب ظل التاني لما هيكون مجموحهم تسعين. هي ظل الساوية الزاوية هو مقلوب ظل الزاوية المتممة. هو مقلوب ظل الزاوية المتممة. يعني ازا كان عندك الزاوية الاولى والزاوية التانية مجموحهم تسعين. الزاوية الاولى والتاني مجموحهم تسعين. هاد معناه انه ظل الزاوية الاولى سين هو نفسه مقلوب ظل الزاوية تانية اللي هو شو? صاد. وهذا الشي تعلمنا لما اعطتك واجب. قلنا ظل الزاوية تلاتين واحد على جذر الثلاثة تلاتين واحد على جذر الثلاثة وظل الزاوية الستين هو جذر الثلاثة. مس ليش? ما هو تلاتين مع الستين مع بعض شو بيعطيك؟ بيعطيك تسعين. فازا بتلاحظ ظل الاولى مقلوب التانية واحدة جذر الثلاثة مقلوبها جذر الثلاثة. اقلب جذر الثلاثة واحدة جذر الثلاثة. بس. تمام؟ هاي اللي حكتي فيه مسوينه هاي. وان عم ببرهن لك لش الثل هيك. بقول لك نستنتج انه ظل السين جيب سين ع جذر الثل. بالله يختي. احنا عارفينه. وندرس الثل درستك ياه. تمام؟ هلا هون شو ضف شرط انه جذر الثل لا يصوي صفر. ليش? جذر الثل لان انا ممنوع اقسم عصفر. احنا قلنا ممنوع المقام يصوي زيرو. فعشان هيكون الجتة ممنوع يصوي زيرو. ازا ازا في عندك زوايا جتاها صفر بيتعلمها بعاشر. هدولة بحكي عن ظلهم غير معرف. ازا في زوايا ظلها غير معرف اه فنتعمق فيها بعاشر. مين الزوايا اللي ظلها غير معرف اللي جتاها صفر? طب مس من الزاوية اللي اه جتاها صفر? مثلا زاوية تسعين. هدا الشغل انت تتعمق فيها اكتر وين بعشر باول علمي. مو هالقيته. والزاوية متين وسبعين على المحاور. نتعمق فيها بعاشر وباول ثانوي العين. تمام? ايش في عليها المثال? تعال نشوف. مثال سبعة تسعة عشر. ازا كان السين زاوية حدة كان ظل السين ساوي تلاتة. جد جيب السين واجتا السين. يمنحلو. اتكتب لكي على براءة. ازا ازا كان السين زاوية حدة كان ظل السين ساوي تلاتة طبعا ما ما الظل هو جيب عجتاها مقابل على مجاور لزوايا حدة وغير حدة. مطلقا نزبط معك. تمام? بس بيعطيك شرط السين زاوية حدة لما كان بدو يطلب منك الجيب والجتة لما بدك تستعمل متطابقة جيب تربيع السين زا جيب تربيع سين ساوي واحد. تمام? هلا هون انا بقدر اشبك بين هاي وهاي. اعطيك جيب. اطلب منك جتب تستعملها عشان تطلحها. اطلب منك ظل تستعملها عشان تطلحها. فممكن معطى واحد اعطيك ظل او جيب اوجدها انت طول الباقي. حلو? العلاقة بالنسبة من ثلاثية يختي زي كأنه ويخوي زي ما كأنه نجيب الرز ونجيب الرز وروحة تصايم خليه تشهوا. الرز وتجيب البتنجان وتجيب الزهرة وتجيب البطاطا وتجيب الزيت وتجيب الابهارات وتشكلهم وتصنع مقلوبة. فالزيت والجعت يمس. عم بصوره نصايم جوعة يمس. جيب البطاطا والبتنجان والزهرة والرز مع بعض. هدول هم عندك تجيبوا الجتة والذل. تقلبهم مع بعض وتقليهم وتحطهم بالطنجرة مش عايف كيف بتطبخوا المقلوبة المهم. لكن انت عملت علاقة بين النسبة من ثلاثية. فالمقلوبة هي علاقة. بين النسبة المثلاثية. منهم العلاقة بين النسبة المثلاثية? جيبوا جتة والذل. فالمقلوبة مقلوبة هي عبارة عن علاقة بين الرز والباذنجان والبطاطا. لانو انا محباش الزهرة. مرحب. فالمقلوبة هي عبارة عن رز وبتنجان وبطاطا على ابناتهم. تمام? عشان هيك بدي اوضح لك المعلومة. فانت هلا بهذا الدرس شو هدفنا? اعطيك ظل لقول لك جيب اللي يجيب والجتل هاي الزاوية. بس ركز انو احنا معالج زمور من الحار مش من عندي. اه اه ركز معاي في شغلة انو لنفس الزاوية. يعني انا طلبة منك مسلا اعطيتك جيب السين ودك انت الطولي. الجتة والظل. بس لمين? لنفس الزاوية. الزاوية سين. هلا بقدر اطلب منك للزاوية صاد بس بشرط لازم اكد عليك انه سين ما صاد بتعطيك تسعين. او اقول لك متميمات لبعض. تمام? نشوف مثال سبعة تسعة عشر. بيقول اذا كانت سين زاوية حادة وكان ظل السين ثلاث. اعطيني جيب السين وجتة السين. كتير حلو. ظل السين يساوي ثلاث. طالب انا منك جيب السين وجتة السين. بدي ايهم. هلا لو انا حلت برصاصي مبين معانا مبين. حرفيا هاد السؤال كنت احلو للعلمي لطلاب الاول ثانوي علمي في بداية السنة. كتير حل انا ماما زيه. لطلاب الاول ثانوي علمي. كيف بنحال? وبتاخده بعاشر. كنوا السؤال شي كنيه بعاشر. تمام? كيف بدنا نحلو ياب? زبطنا تمام هيك ياب. بقول ظل الزاوية سين هو عبارة عن المقابل على المجاور. بس هاد القانون ما بفيدني لان انا بدي جيب وجتة. عاطيني قانون الظل اللي فيه جيب وجتة. هو نفسه. جيب السين على جتة السين. هاد السؤال كتير قوي. وانتوا لاحظتوا الامتحان اللي قلتوا انا للشهر التاني. للشهر اللي قدمنا احنا ديك اليوم. كل مثال وانا بشرح لك ياه كنت اقول لك قوي كان يجيك زيب الامتحان. اتوقع خلاص ازم تفهمها. الظل السين هو المقابل على المجاور. باجي هون بقول ظل السين قال لي انه هو من السؤال ثلاثة. يساوي. اتجيب السين على جتة السين. طب شو مقامي الثلاثة واحد. بضرب ضرب تبادلي. بيصير ثلاثة. جتة السين. تساوي جيب السين. اذا بتلاحظ ان الاسئلة الخفيفة شرحت على نفس ورقة الشرح. السؤال قوي زيه كيف تضطلق وراه كان. بدنا نشرح حلب تيكتف فمصح. اذا هاي العلاقة من اي جت. من ظل السين يساوي ثلاثة. جيب على جتة ضرب تبادلي طلعت معاي هاي العلاقة. هلا بروح للعلاقة القوية اللي دايما بستعملها بتقول. جيب تربيع السين زائت جتة تربيع السين بساوي واحد. تمام? جيب تربيع السين زائت جتة تربيع السين شو بساوي? بساوي واحد. حلو. باش ممكن استفيد من هاي الشغلة باستفيد من هاي الشغلة باشي انه بطلع الجيب والجتة اللي معاي. عشان اروح اضل واكمل الحل واطلع الجواب. طيب يوم. جيب تربيع السين زائت جتة تربيع السين بساوي واحد بروح للعلاقة. جيب تربيع السين شو صار يساوي? صار يساوي ثلاثة جتة السين. اذا جيب السين شو صار بساوي? صار بساوي ثلاثة جتة السين. بما انه في هون تربيع كلها وربعها. زائد جتة تربيع السين. تنزل زي ما هي لاني انا ما اعطا فيها ولا اشي. الله اكبر الله اكبر surgeries of Allah. نزلت جتة تربيع السين anime لم اعمل في اشي. ولكن الENTE amb. شاو صار اسمه? صار اسمه تلاتة جتة. من هنا ثلاثة جتة من هم. يا تربيع بصير تسعة جتة تربيع السين زائد جتة تربيع السين تساوي واحد. خيارة وخيارة بنجمع. بصيبو عشرة خيارات عشرة جتة تربيع السين تساوي واحد لانه هون تسع جتايات وجتة واحدة عشرة جتيات هلا بدي جتة تربيع السين لحالها بقسم هون على عشرة بقسم هون على عشرة بقول جتة تربيع السين ساوي واحد على عشرة بس انا ما بدي جتة تربيع بدي لحال باخد جذر فبصير جتة السين ساوي واحد على جذر العشرة لانه جذر الواحد واحد على جذر العشرة هي طلعت الجتة واش طالب بدي الجيب والجتة طلعت الجتة كيف بطول الجيب من العلاقة هاي هاي القوية. الجيب هي عبارة عن تلاتة جتة. طب مالجتة انا طلعتها جدر العشرة. فبقول جيب السين هو عبارة عن تلاتة مسين. طيب جت السين هو عبارة عن وحدة على جذر العشرة. هاد معنى انو جيب السين تلاتة على جذر على عشرة. خلص السؤال. يما شو اخذنا زيو بالعلمي? يما شو اخذنا زيو بالعلمي? زي انت فهمتو هلا معاي في تاسع? خلاص ما بخف عليك؟ تبقى ثاروخ؟ لا بقدام طيب نسألة أنا ما بقدر أحل إلا هيك؟ طلع شو السؤال؟ أعطتك ظل طال بجاب وجدها بنحل بطريقتين هاي الطريقة الباسيك اللي بتصبط لكل شي وفيه كمان طريقة تانية أنا نازم حبك ترعطيك يا بديك توصل علي من منتعرفها شو هي الطريقة؟ صلع لعنبي صح ظل للسين بساوي ثلاثة؟ يعني المثلث القائم الزاوية في با المثلث قائم الزاوية في با هاد معنى ان المقابل على المجاور شو بساوي؟ ثلاثة ثلاثة شو مقامها؟ واحد هاد معنى ان المقابل ثلاث والمجاور واحد فيه سين ناس معينة سين من الناس ومطالبات لما جيبنا سؤال بشبه زيك في الامتحان اعتربوا عليه هاي هون بتتمكني منهم من المعدومة بس اذا كنت تدرس على فيديوهات بتتمكني منه صح هاد معنى ان المقابل ثلاث والمجاور واحد هاي الزاوية تسلين حدد انت وين بدك سين تقعد؟ انا بدي سين تقعد هون انت حور وين سين تقعدها؟ يعني المقابل هاد اسمه ثلاث والمجاور هاد شو اسمه واحد؟ لان هاي المقابل لسيم هاي المجاور لسين طب انا بقدر اطلع من فيث غورس قدش طول هاد؟ تمام؟ بش انت بديك يمثل جيب السين والجتاع هاي الطريقة كتير اصل انا باعتبر الاسكيل بحلو هاي الطريقة تمام؟ اذا انا عادة سين هون بس عادية عادة سين هون؟ عادي بس بيفرمع بسرها ثلاث وهي واحد بيفرمع بجاوب لا طبعا اذا المقابل ثلاث والمجاور واحد المقابل ثلاث والمجاور شو طلع معاي؟ والمجاور طلع معاك واحد حلو؟ هلا هاي بطلها من فيث غورس فيث غورس بتقول الوتر تربيع يساوي الضلع الاول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع هاد معنا ضلع الاول تربيع زائد الثاني تربيع واحد هذا معنى ان الوتر تربيع يساوي عشرة تحت الجذر تحت الجذر الوتر صاد اسمه جذر العشرة فبجهن بول جذر العشرة بعدين بسأل حالي سؤال ميس أنا طلطل لك أضطلع إنتي أش بدك؟ بدك جيب؟ أوكي يل جيب السين أجب السين المقابل على الوطر ثلاثة على جذر العشرة أجت السين سهل جت السين المجاور المجاور على الوطر إذن واحد على جذر العشرة شايف كيف؟ طلع للحل طلع طريقة تانية الحل هاي الطريقة الأولى البيسيك هاي الطريقة تانية الأزكياء الجينيس فظل بحلو فيها ظل السين 3 على 1 لأنه 3 فتلاتة على 1 هو بارا مقابل على المجاور إذن المقابل هو 3 والواحد هو المجاور لم يلا زاوي سين بقعد زاوي سين من المبدي وبقعد الأرقام مقابل هال3 مجاورها 1 من المظريط فثغور صلاة الوطر عشرة بعدين بطلع كل شيء دكية جيب السين هو المقابل على المجاور على الوطر طب ظل السين تعني تأكد ظل السين هو عبارا عن المقابل على المجاور 3 على 1 من 3 صح شوف مسخة في المادة شوف محلاها حلو؟ هذا اللي أنا حكيت لك هذا تبع ناقش يعني إحنا شرحنا الناس اللي بتفكر إنه أنا ممكن أسرق بالحل أو نشلفق عشان نخلص ونختم أبدا مستحيل مستحيل أي أنا مع إنه إحنا لازم نأسرع ونمشي أسرع ولكن حتى نناقش عم بشرح لك يعني إنه كتير مهمة دروس اللي مش مهمة فيها ما أشرح لك إياها تعني نحل هذا مثال سبعة عشرين قبل ما أحل لك مثال سبعة عشرين تعال أتدبح معك بشغله إحنا اتفعنا إذا كانت سين زائد صد تساوي تسعين هاد معناها اكتبها وراء جيب السين نفسه جت الصد جيب الصد نفسه جت السين ظل السين نفسه واحد على ظل الصد تمام؟ لايش لو دمع بعض شو بيعملوا لك تسعين طب أنا ما بدي أكتبها زي هيك من هون قلوا لصد هون بتصير سين تساوي تسعين ناقص صد منظر التسعين ناقص إشي معناها زوية المتممة بس إحنا بدل ما نحط صد شو لازم نحط سين فإذا بشفت السين تساوي تسعين ناقص صد هاد معناها ونو مع بعض شو بيعطوك تسعين لأنه هاي سالب سين وهاي سين مع بعض بيروحو بصير معك شو تسعين في مثال صفحة تلاتة وتسعين مثال سبعة عشرين بيقول أثبت يا كبير إنه ظل السين ضرب ظل التسعين ناقص صد يساوي واحد يما مسخفه يما مسخفه طيب أنا بعرف أثبت لاقيها هاي مثبت جاهز لأنه مسولة ألتلي الزاوية سين والزاوية تسعين ناقص صد معناها أنهم التنتين متممات هاد معناها أن الأولى هو نفسه مقلوب الثاني فبروحوا مع بعض بصير الجواب واحد بيني بينك ظل التلاتين واحد على جذر الثلات ظل الستين جذر الثلات طيب واحد على جذر الثلات ضرب جذر الثلات هاي بتروح مع هاي شو بضل واحد لأنه تلاتين والستين تسعين ايه بمجمع بعض تسعين طلع نفسه هاي طب نفس بس برهنلية بس بدي برهان هيك عشان أنا أتكد عشان بعدين خلص أقولك طابه كلامك صح هو طابه من هون من زمان طابه استعاد نشوف شو منقول ظل السين هو قبار عن جيب السين على جتة السين ضرب حس حالي بشرح للعلم العلم كله برهان زي هاي تمام ظل التسعين ناقصين هي نفسها جيب التسعين ناقصين على جتة التسعين ناقصين لازم خاوة تساوي واحد صح بس فصلتهم أنا هاي ما فيها شغل جيب السين على جتة السين ضرب جيب التسعين ناقصين هي نفسها مين هي نفسها جتة السين أوعك حدا يقول لي ليش والله يصفن إذا أول ما حكيت المعلومة هاي صفنطي يختي أعرف إنك مش فاهمة هايها جيب الأولى جتة التانية بشرط إنه سين معصات تسعين إحنا قلنا بقدر أكتبه بطريقة غير هيك بقدر أقول إنه السين هي نفسها تسعين ناقصين تمام هدول التنتين شو مجموحهم بيكون تسعين اللي هي نفسها هاي فإذا جيب التسعين ناقصين ونفسه جتة المتممة من متممتها السين وهن بالعكس جتة التسعين ناقصين هي نفسها جيب مش هاي جتة انت بتحط جيب جيب مين جيب الزاوية هاي جيب الزاوية هاي ماما شو بتساوي بقول لك واحد هلا جيب مع جيب بروح بص ما مقام اختصار راح معاي واحد 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 ضرب واحد واحد بس محلة المادة هاي بس تمتع لما نشغح شغلة زي هاي عن جيب بتجنن شفت مسهلها بس بديك لما اقول لك تسعين ناقص سين اعرف انه هاي هي الزاوية المتممة لامين للسين اذا هاي مع السين مع بعض شو بيعطوك تسعين ماشي يا اخوي ماشي اختي شوف ري هادا التدريب اذا كانت هاي زاوية حادة وكان جيب الها يسوي خمس جتلها جيب ظللها وجتلها والله خدنا زي هاي هاد يا بتحله هيك يا بتحله شو هيك بوضبط المحل هيك هادا تعال نخرب شون جيب لها يسوي خمس جتلها كمام هاد ما بوضبط المحل بالطريقة الزكية الجينس اللي قلتلك عنها ليش يختي ليش اخوي لانه معطى كظل احنا بدنا ايها ظل كظل هاد ممكن نعطيك يا كظل شو تعمل تقول على جتلها هاي الطريقة الجينس اللي ما فيهمها ما يسألني عنها لا تجنينوني تسألوني عنها اللي ما فيهمها هاي مع هاي راحة تصار جيب على جتل يعني ظللها بساوي خمسة لو بدعملك طالب علمي هيك منحلها بدعملك طالب علمي بتيجي بتعمل هيك تقول انت الزاوية سين انت خمسة انت واحد فانت جذر الستة وعشرين لانه خمسة تلبية خمسة وعشرين واحد يعني جيب سين بساوي خمسة على جذر الستة وعشرين وجت السين جتة انا بسميها سين هيها من السؤال اسمها ها الها هو عبارة عن واحد على جذر الستة وعشرين هي جوابك النهائي بس كيف حالتيها بسرعة هاي هاي طريقة الجينيس الجينيس بس بيعطيك الظل زي هون هون ما عطاك الظل عطاك علاقة بين جاب وجتها رحت انا الظل كيف بيجي لما قسم عجتها قسمت هي عجتها قسمت هي عجتها فصار جاب على جتها ظل فصار الظل يساوي خمسة حلتها بطريقة الجينيس طب انت داك تحلها بايطريقة داك تحلها بايطريقة انت داك تحل هات السؤال بهايطريقة بس انت كل الخطوات السابقة هاي ما بتمشي فيها انت هون ممصل هون اعطاك العلاقة جاهزة انا طلعت العلاقة هون انت وذك يعني هو اعطاك العلاقة هون جاهزة شو هي العلاقة عفوا انسكرت الكتاب بدي سياه افتح حلاء انه جيب لها يساوي خمسة جتا لها. تمشي عهد القانون. بيطلع معك الجواب. تمام? يعني انت شو بدك تسوي? بدك تجيب. تقول جيب تربيع آآ جيب لها. تساوي خمسة جتا لها. منروح للقانون اللي بقول. جيب تربيع لها زائد جتا تربيع لها يساوي آآ واحد. جيب تربيع لها ما بتحطه. بتحط قيمته. اللي هو خمسة جتا لها كلها مربعة زائد. جتا لها تربيع ما عملت فيها اشي فبتنزل. خمسة تربيع خمسة وعشرين حليته. وانا بدك احل له هنا حليته. جتا تربيع لها سواحد خمسة وعشرين بطيخه بطيخه ستة وعشرين جتا تربيع لها. سواحد هنا للأسف حليته انا بدك احل له. على ستة وعشرين على ستة وعشرين يعني جتا لها بدون تربيع تحت جذر تحت جذر واحد على جذر الستة وعشرين. ارجع عوض هون بتطلع مين? الجيب. اللي هو نفسه هيك. اذا يا هاي الطريقة اي هاي الطريقة? هاي الطريقة جدا جينيوس للعلمي اكتر. ليش? لانو انا لو اعطتك الظل جاهز بتحل زي ما سبق. بس انا ما اعطتك الظل جاهز. هون احنا طلعنا. تمام? توقع انو انت حتيقدر يتحلها. طب. ايش فرقت الفيديو هاد عن الفيديو السابق? ان الفيديو هادا ماما اه عشان انت عليك امتحانات وانا ممنوع انزل فيديو كتير طويل. عشان انت عندك امتحانات. يعني الفيديو هادا هي تقريبا قرار بوصل لنص ساعة وانا ممنوع انزل اكتر من نص ساعة. حتى نص ساعة يا دوب. الفيديو هيو اكتر هيوصل اكتر من نص ساعة. فلهذا السبب اسألت الدرس عندك واجب انو احلها معاك. ولكن حصور لكم الحل ونزلكم يا على جروباتنا. واي استفسار طبعا بتسأل. بس خليني شوي امشي معك في كم شغلة. اذا كان جيب السيم كزا. قيمة شو معنات هاي مكمن. فالجتة نفس الجيب. فالجواب دغري نفس الرقم هاد. اذا جيب السيم نفس جتة التسعي ناقصين. لانه التسعي ناقصين مع السين شو بيعطيك? بيعطيك واحد. تمام? مع بعض بيعطوك شو واحد. فهي نفس الجواب. اثبت ان جيب السيم حاثبت لك اياهم اصور لكم هلا هلا يعني محنتي من التصور للقمية. هاد السؤال كمان كتير حلو. اهم السؤال عندي اياه سؤال اربعة. هي اجوبته. صفر واحد 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 وبيطلعوا. وقف الفيديو غش. بس هادة حرفين اهم سؤال. هادة السؤال جدا متكرر. هادة السؤال جدا متكرر. في حبار بين طالبتان شادر ورشا. آآ ورشا. قالت شادر يمكن ان اجب زاوية حد يجيبها اساوية اتنين. مستحيل. لاي من الجب دائما اقل من واحد ماما. ما بيساو واحد الاع زوايا محورية عادية. المهم. ما بقدر اشطب لك ولا اش سؤال ناس لك الدرس. كلهم عندك واجب. وكلهم سهلين. ما في ولا فكرة جديدة ولكن في لف ودوران. للسوء اني انا ما بقدر اشرحهم لانهم هيخدوا مني كتير وقت. حنزلين لك حلهم واقي اشي بدك كيف تسألني على الجروبات. تمام? انا حصور الحل وانزل لكم اياه على الجروبات. كلهم على حدة. وطبعا طلابي بتتواصلوا معاي. اضطروا اللي احنا متعودين عليها. هاي اول فيديو خلص الفيديو الجاية. رح ادمج لك حل. المثالة القائمة مع زوايا الارتفاع والانخفاض. ونخلصهم. طابط اوقاتكم ويعطيكم الف عافية يارو.